اشتركوا في القناة ومحتاجوا في مشوار مهم ولما جابريال بينزل الشارع بيتفاجئ ان مفيش اي حد واقف مستنيه والشارع فاضي تماما وبيلاحظ ان في جنود قوات خاصة واقفين ورا العربيات واول ما بيفكر يهرب من المكان جنود القوات الخاصة بتظهر من كل الاتجاهات وبيقبضوا عليه وبيتنقل جابريال على مدينة مدريد وبيدخل السجن المركزي وهو مغطي وشه بقطعة قماش لونها اسود وتاني يوم بتيجي تنيتي تزوره في السجن وبتكون زعلانة جدا على حل ابنها وبتفهمه انه كان لازم يسمع كلامها ويبعد عن طريق الاجرام علشان ما يكونش مصيره زي ابوه وبيتعيرت جابريال للمحكمة والقاضي بيحكم عليه بعقوبة السجن المشدد وبعد عشر سنين بينشوف جابريال بعد ما خرج من السجن وبيكون قاعد في مكان عام وبيجي عنده صحفي اسمه مانيول وبيعرفه بنفسه وبيطلب منه يسمح له بانه يعمل معاه لقاء صحفي بخصوص القضية الامنية اللي كان مسجون بسببها واول سؤال مانيول بيسأله لجابريال ايه هي الدوافع اللي خلته يرتكب جريمته فبيحكي له جابريال انه نشأ في طبيعة اجرامية بسبب اسرته وده لان ابوه بوري كان متخصص في سرقة المتاجر والعربيات ودايما كان بياخد جابريال معاه اسناء تنفيذ المهمات بتاعته وده خلت نيتي تاخد جابريال واخواته البنات ماريا ولوسيا وتهرب من البيت وتعيش بعيد عن بوري وفي يوم من الايام الشرطة بتقبض على بوري وهو بينفز واحدة من جريمه وبيدخل السجن والمحكمة بتحكم عليه بالسجن لمدة عشر سنين وبتمر الايام لحد ما بيكبر جابريال وبيوصل لسن 15 سنة وبنعرف انه اشتغل في شركة متخصصة في اعمال البناء بيملكها شخص اسمه موخة وبيروح جابريال لموخة وبيطلب منه ضفعة مؤدم من مرتبه لان والدته مريضة وهو محتاج يشتري لها علاج بس طبعا جابريال كان بيجدب واول ما بياخد الفلوس بيسيب الشغل ومش بيرجع له تاني وهنا بنكتشف ان جابريال ويرس من ابوه مهارة سرقة العربيات وبيروح يشتري اكل بكل الفلوس اللي معاه وبيعترف جابريال ان حياته كانت شبه مستقرة لحد ما في يوم من الايام قابل امل وده الشخص اللي غير حياة جابريال ويوجهها فعليا لعالم الجريمة وبيحكي جابريال انه كان قاعد مع صديقه كولا بعد الشغل وشافه عامل ديليفري بيوصل طلب في احد المباني الموجودة في المنطقة ووقتها جابريال واصدقائه قرروا انهم يسرقوا صندوق توصيل الطلبات قبل ما العامل يرجع لكن مش بيلاقوا فيه غير وجبة صغيرة فبياخدوها وبيخبوها تحت العربية وبعد لحظات بينزل العامل من المبنى وبيركب الموتسكل بتاعه وبيمشي من غير ما يلاحظ اي حاجة وفي نفس الوقت بيشوفوا شخص معاه عربية مرسيدس وبينزل منها وبيروح عندهم وبيعرفهم على نفسه وبيقول ان اسمه ايميل واسناء كلامه بييجي عامل توصيل الطلبات وبيعمل مشكلة معاهم لانهم سرقوا الوجبة اللي كانت معاه فبيدافع ايميل عنهم وبيضرب عامل التوصيل وبيوقعوا على الارض وبيكون جابريال منبهر باللي بيحصل وفي نفس اليوم ايميل بيقترح على جابريال وكولة انهم يجوا معاه المطعم علشان يعزمهم على الاكل فبيوفقوا وبيركبوا معاه العربية واسناء ما كانوا بيأكلوا مع بعض بيتكلم معهم ايميل عن احلامهم وبيقول جابريال انه عايز يبقى غني ومعاه عربية فبيقطع ايميل كلامه وبيأكد له انه لو اشتغل معاه هيقدر يحقق كل احلامه وبياخدهم بعد الاكل يفرجهم على الجراج الخاص بتاعه وبيبقى فيه كمية عربيات كتير جدا وبيعرفهم انهم هيشتغلوا معاه في تجارة الممنوعات ووظفتهم هي توصيل البضاعة للشخص المشتري فقط لا غير وبيعرض على جابريال انه ياخد عربية من عربياته وتبقى ملكه طول فترة شغله معاه فبيفهموا جابريال انه لازم يفكر في كتبه يقولها لأسرته الاول علشان محدش منهم يستغرب انه اشترى عربية فجأة وبعد شوية بيركبوا عربية من عربيات ايميل وبيفضلوا يحتفلوا طول الليل وبيرجع جابريال بيته في وقت متأخر وامه بتكون قلقان عليه لانها عرفت انه ساب الشغل وبتفضل تتكلم معاه وبتحاول تنصحه ويرجع شغله من جديد لكن جابريال بيستخف بكلامها فبتتعصب تينيتي وبتضربه وبيدخل جابريال للقوضة بتاعته وبينام على السرير وبيفضل يفكر في مستقبله وهو غني ومعاه عربية وتاني يوم بيروح مع أسرته يزولوا بوري في السجن وبيبلغهم جابريال انه صديقه هيشتري له عربية علشان هيشتغل معاه في توصيل الطلبات بس بوري بيرفض الفكرة لان جابريال مش معاه رخصة قيادة فبيتضايق جابريال جدا لكن بيصمم على قراره وبعدها جابريال بيقابل إيميل علشان يبدأوا شغلهم وبيفهموا جابريال انه محتاج فلوس علشان يساعد أسرته في مصاريف البيت فبيسلموا إيميل كيس من الممنوعات وبيعرفوا ان ده دي يلي بمناسبة انهم بقوا شراكاء في الشغل وبيبلغوا انه مش هياخد اي نسبة من الأرباح المراضي وفعلا بيبدأ جابريال يشتغل وبيبعط له إيميل الناس علشان تشتري منه وبيرجع جابريال البيت ومعه فلوس كتير جدا ولما تينيتي بتستغرب من الفلوس اللي معاه بيعترف جابريال انه بيتجرف الممنوعات وبيأكد لها ان ده الحل الوحيد علشان ما يفقدوش حياتهم من الجوع فبتقتنع تينيتي وبتقرر انها تساعد جابريال في تجارته وبتاخد جزء من الممنوعات علشان تباعها ومع الوقت بيبدأ جابريال يكتسب خبرات أكتر واسمه بقى مشهور في جميع أنحاء المدينة وقرر يشتري مسدس علشان يدافع بيه عن نفسه وبيحكي جابريال ان بعد ما تمت محاكمته اترحل على سجن مدريد المركزي وهناك كون أصدقاء كتير جدا وكان دايما بيقضهم في أعمال الفوضى والشغب لدرجة انه في مرة قدر يسيطر هو وأصدقائه على مدرسة السجن ومنع الزباط انهم يدخلوا ووقتها الشرطة عقبته ودخل السجن الانفرادي لمدة أسبوعين لكن بعدها قرروا يتعاونوا معاه وطلبوا منه انه يدلوهم على مكان ايميل في مقابل انهم يخففوا الحكم عليه وطبعا جابريال بيوافق على العرض من غير ما يفكر وبيقول جابريال ان ايميل شخص مصاب بمرض الانفصام في الشخصية وده معناه انه يملك شخصيتين عكس بعض تماما شخصية منهم بتحب الجريمة وبتسعى لتحقيقها في نفس الوقت كان متعاون مع الشرطة للقضاء على المجرمين ده غير انه مصاب بأمراض نفسية بتدفعه لحب النفس والتسلط ودايما بيبقى عنده رغبة في الاحساس انه مسيطر على كل اللي موجودين حواليه ولو شاف حد احسن منه بيحاول يتقرب له ويعرف كل نوقة ضعفه لحد ما يسيطر عليه وبيكمل جابريال حكي وبيعرفنا ان القصة بدأت لما ايميل قابل تاجر ممنوعات اسمه انتونيو وبنكتشف ان انتونيو كان بيكره ايميل جدا وفي يوم انتونيو بيعرف ان ايميل على علاقة غير شرعية باخته كارمن وكان عايز يخلص عليه بس كارمن بتقنع اخوها انه يشغل ايميل معاهم ويستفيدوا منه فبيوافق انتونيو وبيشتغل هو واميل في تجارة الممنوعات وسرقة المتاجر والعربيات وبييجي بلغ للشرطة عن اعمال انتونيو الغير شرعية وبيقبضوا عليه وبيلاقوا شنطة قنابل في العربية بتاعته وبيحاول انتونيو انه يبرق نفسه من التهمة وبيعترف ان الشنطة تخص ايميل صديقه فبتستدعي الشرطة ايميل والمأمور رامون بيحقق معاه وبيفهمه انه عارف حقيقة شنطة القنابل ومتأكد انها تخص انتونيو وبيطلب من ايميل انه يشتغل مغبر عندهم ويكمل شغله الطبيعي في تجارة الممنوعات بشرط انه يبلغ الشرطة باماكن كل الناس اللي بتتعامل معاه في المدينة ومن اللحظة دي قدر ايميل انه يسيطر على تجارة الممنوعات في المدينة كلها ومهما ارتكب اي نوع من انواع الجراهم الشرطة بتعفو عنه وفي السجن انتونيو بيتعرف على شخص اسمه جافي كان مسجون بتهمة الاتجار في القنابل والمعدات العسكرية بدون ترخيص وبيحكي له انتونيو عن صديقه ايميل وبيقوله انه بيتجر في القنابل وبعد مرور سنتين بيخرج انتونيو من السجن في نفس الوقت اللي بيخرج فيه جافي وبيطلب من انتونيو انه ينصق له معاد مع ايميل لانه عايز يشتغل معاه وفعلا تاني يوم ايميل بيروح يقابل جافي وزعم العصابة تورس وبيبلغوا ايميل انهم محتاجين 60 كيلو من القنابل فبيوافق ايميل على الكمية بس بيشترط عليهم انه مش هياخد تمن البضاعة فلوس وانه هياخد مكانها 60 كيلو جرام من الممنوعات فبيوافق تورس وبيتم الصفقة بينهم وبيتفقوا انهم هيسلموا لبعض البضاعة النهاردة وبالليل بيكون ايميل قاعد مع جابريال في العربية وبعد لحظات بيجي كولا عندهم وبيبلغ ايميل ان النهاردة يبقى عيد ميلاد جابريال فبيقرر يأجل الصفقة وبيروح هو في جابريال وكولا لمالها ليلي علشان يحتفلوا مع جابريال وساعتها بيوصل انطونيو وجافي للمكان وبيطلبوا من ايميل انهم يتكلموا معاه على انفراد وبيعرفوا جافي ان تورس مستنيه في المطعم علشان ينفذ الصفقة بتاعته وبيحذروا ان حياته معرضة للتهديد لو ما نفسش الاتفاق اللي بينهم ووقتها ايميل بيستأذن علشان يروح الحمام واول ما بيروح وبيتأكد ان ما فيش حد موجود حواليه بيتصل برامون وبيبلغوا بمعاد تسليم الصفقة وفي اللحظة دي بيدخل انطونيو الحمام فبينهي ايميل المكالمة بسرعة ولما بيخرج بيلاقي انطونيو واقف قدام الباب وبيسأله كان بيكلم مين وبيجدب ايميل وبيفهمه انه كان بيكلم كارمن علشان يطمن عليها فبيتجاهل انطونيو الموضوع وبينصحه ينفذ الصفقة لان ده في تهديد على حياته هو واخته وبيروح ايميل عند جابريال وبيديله فلوس كتير علشان يكمل احتفاله وبيعرفه انه عنده شغل ولازم يمشي في اسرع وقت وبيوصل ايميل للمطعم وبيقابل توريس وبيتفق معاه ان الصفقة هتتم في مدينة مدريد بعد يومين فبيوافق توريس وبيعرفه ان القنابل لو طلعت كويسة هيحتاج منه كمية اكبر ممكن توصل ل600 كيلو ووقتها بيتصدم ايميل من الرقم وبيطمنه انه عنده كل الكميات اللي ممكن يتخيلها وبعد ما بيخلص جابريال الاحتفال بيلاقي مديره القديم موخة جاي عنده وبيطلب منه ويرجع يشتغل معه تاني ويبعد عن الطريق اللي هو فيه لان نهايته هتكون السجن بس جابريال بيرفض يسمع كلامه وبيأكد له انه مبسوط في حياته الجديدة وبيكسب فلوس كتير جدا وبيقترح جابريال على موخة انه يجي يشتغل معاه فبيسكت موخة للحظة وبيفكر في الموضوع وبيقول لجابريال انه موافق واسناء الكلام بيلاحظ جابريال ان موخة تعبان ومش قادر يتكلم فبيقرر يوصله وبيروح بعدها لبيت ايميل وبيفضل مستنيه لحد ما يجي بس بيتفاجئ ان فيه اتنين في الشارع جايين يسألوا عن ايميل فبينكر جابريال انه يعرفه وفي نفس الوقت بيوصل ايميل وبيدخل الجراج الخاص بتاعه علشان يركن عربيته وبيتجه ناحيته رجال العصابة وبيروح جابريال وراهم واول ما ايميل بيشوفهم بيطلع مسدسه وبيضرب عليهم نار وبيجبرهم يهربوا قبل ما يفقدوا حياتهم وتاني يوم بيروح ايميل لبيت صديقه جيمي وبيكون قاعد هو وواحد صاحبه اسمه موكة وبيلعبوا فيديو جيمز وبيعرض ايميل على جيمي انه ينفز له مهمة في مقابل انه ياخد 500 يورو وبيعرفوا ان المهمة عبارة عن انه هينقل شنطة من المدينة لمدينة مدريد وهيسلمها لشخص اسمه توريس فبيرفض جيمي لانه مش عايز يدخل نفسه في المشاكل لكن في نفس الوقت العرض بيعجب موكة وبيوافق ينفز المهمة وبيأكد لأيميل انه مش خايف وهيقدر ينجح في العملية بكل سهولة وتاني يوم بيروح انتونيو لبيت جيمي وبنعرف ان جيمي ماديون له بفلوس كتير جدا فبيقرر انتونيو انه ياخد شاشة التلفزيون وبيحتجزه عنده وبيكون على وشك انه يخلص عليه بس جيمي بيترجاه انه يديله فرصة تانية وبيوعده انه هيرجع له الفلوس اللي لي عنده ولما بيرجع البيت بيتفاجئ ان ايميل مستني قدام الباب وبيعرض عليه تاني انه ينفز المهمة في مقابل انه يسد الدين اللي عليه ويدفع له 300 يورو زيادة وقتها جيمي بيسأله عن سبب رفضه لصديقه موكة فبيرد ايميل انه مش واثق فيه لكن الحقيقة اللي ايميل خباها عن جيمي هي ان موكة نفز المهمة بس ايميل ضحك عليه ومدهوش فلوس وفي النهاية بيضطر جيمي انه يوافق على تنفيذ العملية ولما بيسأل ايميل عن محتويات الشنطة بيعرفوا انه فيها ممنوعات وبالليل بيروحوا محطة الاوتوبيسات وبيركب جيمي الاوتوبيس اللي متجه لمدريد وقبل ما يركب بيطلب منه ايميل انه يسلموا الجاكت بتاعه وبيعرفوا ان توريس هيسألوا عن ظرف فيه فلوس وبيأمروا يقول انه تعرض للسرقة وفيه ناس سرقت الظرف منه ووقتها جيمي بيكون مستغرب ومش فاهم معنى الكلام وبيحس انه بقى في ورطة بسبب ايميل وبعدها ايميل بيقابل جابريال وبيكون جابريال متدايق لان ايميل مش بيخليه شارك في العمليات وبيفهموا ايميل ان دي عمليات صغيرة اي شخص ممكن ينفزها اما العمليات الكبيرة هيخليه هو اللي ينفزها بنفسه وبيطلب جابريال منه انه يشغل موخة معاهم فبيوافق ايميل وبيعين موخة وبيخليه يمثل دور الظابط فاي عملية بينفزوها علشان المشتري يهرب بعد ما يدفع الفلوس وبكده يكونوا كذبوا البضاعة والفلوس في نفس الوقت بس موخة بيتكشف من اول مهمة ليه والعصابة بتطلب منه الفلوس اللي دفعوها وبيهددوه انهم هيخلصوا عليه لو ما نفسش الطلب فبيروح موخة عند جابريال وبيطلب مساعدته وبيعرفوا جابريال ان كل دي خطة من ايميل وبيطمنوا انه هيحل الموضوع معاه وتاني يوم جابريال واميل بيروحوا لمحطة الاوتوبيسات علشان يستقبلوا جيمي وبيلحزوا ان فيه اثار ضربة على جسمه لكن ايميل مش بيهتم للي حصله وبيبلغوا انه دفع الدين اللي عليه لانتونيو وبعد ما جيمي بيرجع البيت بيتفاجئ ان انتونيو بيخبط عليه وبيطلب منه الفلوس فبيفهم جيمي ان ايميل خدعه وبيروح ايميل بعدها يقابل كولا وبيطلب منه ينقل شنطة تانية لمدريد في مقابل 800 يورو بس كولا بيرفض لانه عارف ان الشغل ده غير شرعي والشرطة لو قابطت عليه هيروح السجن وبيطلب من ايميل انه ما يخليش جابريال ينفذ المهمة لانه صغير في السن لكن ايميل مش بيهتم الكلامه وبالليل بيروح يقابل جابريال وبيطلب منه ينفذ المهمة فبيفرح جابريال لان ايميل قرر يعتمد عليه اخيرا وبيسافر مدريد وبيسلم الشنطة لتورس وبيرجع تاني ولما كولا بيعرف اللي حصل بيتضايق جدا وبيروح يتكلم مع جابريال وبيحاول يقنع يتراجع عن الشغل مع ايميل لان ده في تهديد على حياتهم بس جابريال بيرفض وبيقرر يستمر في شغله وبيروح يقابل ايميل وبياخد منه 1000 يورو مقابل العملية لنفذها وتاني يوم بيكون جابريال في بيته وبيسمع في النشرة الجوية ان اوروبا دخل على عاصفة قوية جدا وامطار غزيرة وفي نفس الوقت ايميل بيتصل بيه وبيعرفوا انه مستني قدام البيت وعايزوا ينزل بسرعة ولما جابريال بينزل بيشوف ايميل واقف مع تورس واتنين من رجالته وبيركبوا العربيات مع بعض وبيروحوا لمنطقة جبلية في وسط الغابة وبيفضل جابريال مستني ايميل في العربية لحد بالليل والدنيا بتمطر امطار غزيرة وبعدها بيوصل ايميل وتورس وبيرجعوا مدينة أليفس وبيروح تورس للماركت وبيشتري كمية كبيرة جدا من شونة الظهر وده بيخلي عاملة الكشير تستغرب جدا وساعتها جابريال بيسأل ايميل عن طبيعة شغله مع تورس وبيطلب منه يقولوا السبب ورا احتياجهم لكمية القنابل الكبيرة دي بس ايميل بيرفو ديرود عليه وبيفكروا ان مش من حقه يعرفوا وبيطلب منه ما يسألش عن اي حاجة طول ما هم مشغالين مع بعض وبعد شوية ايميل بيطلب من جابريال انه يوصل تورس ومجموعته لنفس النقطة اللي كانوا فيها في الغابة وفعلا بيوصلهم جابريال وبيسيبوه وبيدخلوا جوه الغابة ومعهم الكشفات وبيفضل جابريال مستنيهم لحد ما بيرجعوا بس تورس مش بيقدر يوصل لمكان القنابل لان الدنيا ظلمة جدا والمطر مسح كل العلامات اللي كانوا حطينها على الارض وفي نفس الوقت ايميل كان في البيت وبيتصل تورس بيه وبيبلغوا انه مش قادر يوصل لمكان القنابل فبيعرفوا ايميل المكان لانه كان معلموا بحبل مربوط في الشجرة وبعد ساعات بيرجع تورس ومجموعته للعربية والشنط بتاعتهم بيكون مليانة بالقنابل وبيتصدم جابريال من كميتها وبيفضل تفكيره شغال عن غرض استخدام تورس لكمية القنابل دي وبيروحوا بعدها يقابلوا ايميل وبينقلوا كل البضاعة اللي معاهم لمغزن سري وتاني يوم تورس بينقل البضاعة المدريد وبيركب في عربية ورجالته بيركبوا مع البضاعة في عربية تانية وبيكون تورس سابقهم وبيرتكب مخالفة سرعة علشان يشتت الشرطة اللي موجودة على الطريق والعربية التانية تعدي من غير مشاكل ومع الوقت جابريال بيروح يقابل ايميل في المطعم وبيكلفه ايميل بمهمة جديدة وهي انه يروح مدريد ويرجع العربية اللي تورس خدها علشان ينقل بضاعته ووقتها جابريال بيرفض لكن بيغير رأيه على طول اول ما ايميل بيقوله انه لو نجح في المهمة العربية هتكون ملكه وفعلا بيسافر جابريال مدريد وبياخد العربية وبيسوق بيها لحد مدينة أليفس وفي الطريق بيتصدم ان الشرطة عاوزة توقفه لانه تجاوز السرعة القانونية المسموح بيها وبيكون متوتر جدا لانه لو وقف الشرطة هتاخد منه العربية علشان مش معاه رخصة قيادة فبيزود جابريال السرعة لحد ما بيهرب من الشرطة وبيطفي نور العربية علشان ما يبقاش ليه أثر على الطريق وفجأة بيفقد جابريال سيطرته على العربية وبيخرج عن الطريق وبيعمل حدثة وبيفقد الوعي وبعد لحظات بتوصل الشرطة عنده والإسعاف بتودي المستشفى ولما بيخرج من المستشفى الشرطة بتعفيه من العقاب لانه صغير في السن وبعدها بيرجع جابريال البيت وبتفرح تينيتي جدا لانه بقاله فترة كبيرة مرجعش البيت وهي كانت قلقان عليه وبعد شوية بيتصل إيميل بيه وبيطلب منه ينزل يقابله وبيكون إيميل مدائق جدا بسبب اللي حصل وبيطلب منه يتصرف بزكاء في المواقف اللي جاية وإلا مش هيشتغل معاه تاني وبيروحوا بعدها المطعم وبيقروا في الأخبار ان فيه انفجار قوي حصل في محطة القطر وراح ضحيطه ناس كتير جدا ومن المؤكد ان السبب الحقيقي في الجريمة دي هي جماعات المرتزقة ووقتها إيميل بيفجئ جابريال وبيعرفوا ان توريس هو السبب في الحادثة دي فبيتصدم جابريال وبيكون رافض يصدق الحقيقة لانه بكده يعتبر شريك في الجريمة وتسبب في إنهاء حياة الأبرياء والشرطة لو قابضت عليهم هيتعرضوا للمحاكمة وبيعمل مشكلة مع إيميل لانه هو السبب في الورطة اللي هم فيها لكن إيميل بيأكد له انه ما كانش عنده أي علم بالله هيحصل وبيطلب منه يرجع البيت لحد ما يفكر في حل ولما جابريال بيرجع البيت بيشوف الخبر على التلفزيون وبيكون متأثر جدا وبيرمي اللوم على نفسه في كل اللي حصل وبيروح إيميل يقابل رامون وبيبلغوا انه عارف المجرم الحقيقي اللي تسبب في حادثة القطر وبيقولوا على اسم توريس وبيفهموا رامون ان وزارة الداخلية قدرت تحدث الجهة المختصة عن الحادث وهي جماعة باتا لكن إيميل بيفضل مصمم على كلامه وبيطلب من رامون انه يستدعيه في مركز الشرطة علشان يحقق معاه وفعلا تاني يوم إيميل بيروح مركز الشرطة وبيتم التحقيق معاه من جهاز الأمن الوطني لدولة أسبانيا وبيحاول جابريال انه يتجهل الموضوع وبيقرر ينزل يشتغل لوحده في تجارة الممنوعات وبينشوف إيميل في مركز الشرطة وبيكون قاعد في غرفة التحقيقات من غير توطر أو قلق وبيقول للمحققين انه يعرف معلومات مهمة جدا تقدر توصلهم للجماعة اللي نفزت عملية تدمير القطر لكن قبل ما بيتكلم بيفهمهم انه مش هيعترف بأي حاجة غير لما يمضوا تعهد على نفسهم انهم مش هيقبضوا عليه ويعتبروا شاهد على القضية وهيوفروله الحماية هو وكرم المراته وبيطلب منهم يحجزوله تذكرة صفر علشان يتابع أسبانيا في كاس العالم وآخر طلب هو انهم يعزموا على العشا وساعتها هو هيقول لهم كل المعلومات اللي عنده أثناء الأكل وبيكون المحققين متضايقين من الوضع علشان ياخدوا منه المعلومات اللي هما محتاجينها وبيروحوا مع إيميل المطعم علشان يتعشوا سوا وبيحكي لهم إيميل عن علاقته بتورس من أول لقاء تم بينهم لحد آخر مرة شافوا فيها وبيعترف انه كان بيورد لهم القنابل عن طريق منجم فحم موجود في الغابة والشرطة بتقرر تتحفز على إيميل عندها علشان ما تسرش الشكوك عليه وبيمثلوا انهم أبضوا عليه علشان محدش يقذي أسرته ومن اللحظة دي الكل بيبدأ يبعد عن جابريل لأنه بقي بيشكل مصدر تهديد على كل اللي يعرفوه حتى صحابه القريبين منه بقوا يتجهلوه وما بيسلموش عليه لما بيشوفه في الشارع وده كان مدايق جابريل جدا وحاسسه بالندم على كل اللي عمله فبيروح يقابل موخة في البيت وبيعترف انه ندمان على كل اللي عمله وبيقوله انه عاوز يرجع بالزمن ويوقف كل حاجة قبل ما تبدأ وفي نفس اليوم جابريل بيروح المطعم وبيعرف من الأخبار ان الشرطة قدرت تتوصل لأشكال ثلاثة من مرتكب الجريمة وبيشوف صورة تورس واثنين من رجالته وبكده بيتأكد ان شك ايميل كان صح وبيرجع جابريل للبيت وبيلاقي عربية اسعاف وقفة قدامه وبيعرف ان تينيتي تعبانة وهتتنقل على المستشفى وتاني يوم جابريل بيسمع صوت صفارات الشرطة مالية المكان عنده في الشارع فبينزل علشان يعرف ايه اللي بيحصل وبتعرفه ماريا اخته ان الشرطة قدرت تتوصل لشخص كان من ضمن المشتركين في مساعدة الجماعة الاجرامية في تنفيذ خطتهم فبينزل جابريل الشارع بسرعة وبيكتشف ان الشرطة ابدت على كولا صديقه رغم انه ما اشتركش معهم في المهمة وبالليل جابريل بيبقى قلقان ان ايميل يقول على اسمه لكن كان عنده احساس داخلي ان ده مستحيل يحصل وإلا كان زمان الشرطة ابدت علي من زمان وبيستمر جابريل في تجارة الممنوعات وبيكتب جواب لاميل في السجن لكن اللي حصل كان عكس توقعات جابريل تماما لان ايميل بيعترف عليه والشرطة بتبعد قوات لبيت جابريل وبيقبضوا عليه بتهمة المشاركة في الجريمة ولما جابريل بيوصل للسجن بيقابلوا ايميل وبيعتذر له انه بلغ عنه وبيعترف له انه بيعاني من مرض الانفصان في الشخصية شخصية منهم بتحب الجريمة والتانية بتتعاون مع الشرطة وبيطلب منه يسامحوا وما يقلقش لان موقفه في القضية مش هيكون سيئ وهيقدروا يبرقوا نفسهم من التهم بكل سهولة وبتبدأ جلسة الحكم في القضية وبتحضر مجموعة كبيرة من الشهود اللي كانوا موجودين وقت وقوع الحدثة وبينقلوا تفاصيل الحدثة للقاضي وبيأكدوا انها كانت ابشع جريمة انسانية ممكن تتعرض ليها على مر العصور وبيطلبوا من عدالة المحكمة انهم يؤمروا بتنفيذ اقوى عقوبة على كل المشاركين في الجريمة وبيجي الدور على جابريل علشان يقول شهادته قدام المحكمة وبيعترف بكل التهم اللي توجهتله وكمان بيأكد ان ايميل كان هو العقل المدبر للخطة وبيحكي عن اليوم اللي راحوا فيه للغابة علشان يجيبوا القنابل وبيقول انه كان مجرد مساعد في العملية وكل مهمته هي التوصيل بس مشاركش في اي عمل اجرامي وبيأكد ان المجرم الوحيد في القضية هو ايميل وبعد ما المحكمة بتسمع شهادة جميع الشهود والمتهمين بيحكموا القاضي ببراءة كل المتهمين في القضية مع عدى جابريل واميل وجيمي وبيأمروا القاضي بست سنين سجن لجابريل وجيمي اما ايميل بيتحكم عليه بالسجن لمدة 25 سنة وبعدها بنشوف جابريل وهو قاعد مع الصحفي مانيول في المطعم وبيكون خلص كل قصته وبيسأله مانيول عن احساسه بعد كل اللي حصل فبيرد جابريل انه مش ندمان على اي حاجة عملها لكن ندمان على كل اللي حصله والظروف اللي اكبرته يبقى مجرم بس هو دلوقتي قرر يبدأ حياة جديدة بعيد عن عالم الجريمة ورجع من تاني يشتغل في البناء وبكده بتنتهي احداث مسلسلنا النهاردة اتمنى يكون عجبكم واستمتعتوا بيه فياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة واتفعلوا زر الجرس علشان يوصلوكو كل جديد